والجواز يشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترب بها من طرف سلوطة كتسمع الحاملها دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود كذلك الصفر إلى الخارج والجواز تم إعداده وفق معايير دولية وبالاعتماد على توجيهات اللجنة العلمية التقنية المغربية أيها السيدات وسادة صعد الله مساءكم بخير وأهلا بكم ضمن هذه النشرة الإخبارية من قناة العيون نبدوها بأبرز العلاوي خطاب العرش خطاب الحكمة ولمال جهة الملك استعرض الإجراءات المتخذة لتدبير المرحلة الموسومة بتبعات كورونا وهو خطاب حمل دعوة متجددة لجزائر لتغليب منطق الحكمة والمصالح العلي نتابع فيها النشرة مناطق التوزيع والتجارة المستقبلية على مستوى المعبر الحدودي القرقرات ستمكن الجهة من التموقع كمركز استراتيجي للتبادل بين المغربي وعمقه الإفريقي تسجيل 6189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و48 وفاة خلال 24 ساعة الماضية في النشرة أيضا نرصد من مدمار الشيخ زايد بالطنطان لاستئناف سباقات الهجن بعد أزيد من سنة من التوقف ألا بكم من جديد مستهل هو نشر التذكير بنشاط الملكية الذي ميز الأسبوع الذي نودعه اليوم حيث وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطابا ساميا بمناسبة ذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش المجيد بأسلوب مباشر وصريح وكعادة جلالته أثر صاحب الجلالة ملامسة مجموعة من القضايا الراهنة وعلى رأسها السياق الحالي المطبوع بتداعيات كوفيد-19 جلالة الملك استحضر مختلف المبادرات الهاذفة إلى الحد من آثار الجائحة على مختلف مكونات الشعب المغربي جلالته استحضر أيضا السياق الاقتصادي الواعد وتنزيل النموذج التنموي الجديد وخصص أيضا جلالته حيزا هاما للحديث عن العلاقات المغربية الجزائرية أمس كذلك تميز باستقبال جلالته بالقصر الملكي بفاس ولبنك المغرب عبداللطيف الجواهري الذي قدم جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعيات الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2020 عبدالرحمن الهلالي يرافقه في لغة الإشارة محمد كتان الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز أكد صاحب الجلالة الملك محمد للسادس نصره الله في الخطاب السامي إلى الأمة بمناسبة ذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلفه المنعمين أن وباء فيروس كورونا ما زال موجودا وأن الأزمة ما زالت مستمرة داعيا جلالته الجميع إلى مواصلة اليقضى واحترام توشيهات السلطات العمومية وأضف جلالته أنها مرحلة صعبة علينا جميعا مسجلا الاعتزاز بنجاح المغرب في معركة الحصول على اللقاح وإطلاق مشروع رائد في مجال صناعة اللقاحات والأدوية والمواد الطبية الضرورية بالمغرب كما أكد العاهل الكريم أن مرحلة تنفيذ النموذج التلموي الجديد مسؤولية وطنية تتطلب مشاركة كل طاقات وكفاءات الأمة الخطاب الملك بمناسبة عيد العرش المجيد تناول أيضا مواصلة المغرب لشهوده الصادقة من أجل توطيد الأمن والاستقرار في محيطه الإفريقي والأورو متوسطي وخاصة في جواره المغاربي حيث جددت دعوة للأشقاء في الجزائر للعمل سويا دون شروط من أجل بناء علاقة ثنائية أساسها ثقة والحوار وحسن الجوار فالأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر أصبحت متجاوزة ولم يعد لها اليوم أي مبرر مقبول داعيا جللته إلى تغليب منطق الحكمة والمصالح بين البلدين من أجل تجاوز الوضع المؤسف الذي يضيع طاقات المغرب والجزائر ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين الشعبين واعتبر صاحب الجلالة أن أمن الجزائر واستقرارها وطمأنينة شعبها من أمن المغرب واستقراره أمس السبت أيضا استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس والي بنك المغرب السيد عبداللطيف الجواهري الذي قدم لجللته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2020 وقد أشار في بداية التقرير إلى أن السنة الماضية اتسمت بانتشار جائحة كورونا والتي لا زال المغرب كباقي بلدان العالم يعاني من استمرارها ومن تبعاتها كما أشار إلى أن الاقتصاد الوطني تأثر كذلك بظروف مناخية غير ملائمة مما نتج عنه انكماش بنسبة 6.3% وفقدان 432 ألف منصب شغل ونتيجة لتراجع الموارد الجبائية ومجهود الاستثمار الذي بدلته الخزينة تفاقم عجل الميزانية إلى 7.6% من الناتج الداخل الإجمالي وتزايد نسبة الدين العمومي إلى 76.4% من الناتج الداخل الإجمالي وبعد أن استعرض والي بنك المغرب الجهود المبدولة للتصدي للآثار الاقتصادية للجائحة أوضح أن ذلك مكن من ضمان تمويل ملائم للاقتصاد حيث شهدت على الخصوص أسعار الفائدة خفاضا ملموسا وحافظت القروض البنكية على واتيرة نمو ثبتة وأبرز أنه بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك وتتبعه الصارم يجتاز المغرب هذه الأزمة تدريجيا مع تقدم واضح على مستوى التلقيح وانتعاش ملموس للاقتصاد وذلك رغم المخاوف التي تحيط بتطور الجائحة مؤشرا إلى أنه من المتوقع أن تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب تنفيذ خطة الإقلاع المقدرة بمبلغ 120 مليار درهم سيعطي زخما للاستثمار ولخلق فرص الشغل السلام على المقام العادي بالله ورحمة الله وبركاته الله يبارف أمسيدي وقد رأس مساء أمس عمال الأقاليم الجنوبية للمملكة مرفو كنا بالعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية حفلات إنصات لمضامين الخطاب الملكي السامي خطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المناعب المتجاوز جدا المتجاوز جدا موسيقى الخطاب والملكية السامي بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش المجيد عكس رؤية متبصرة لجهات الملك تتجه إلى المستقبل خطاب واقعي لم يفوت تذكير الجزائر بأن المغرب يجعل أمنه واستقراره من أمن الجزائر وطمأنينة شعبها كونهما أكثر من دولتين جارتين ولكنهما التوأم تقرير لعياد السرسي الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين أن وباء فيروس كورونا ما يزال موجودا وأن الأزمة ما زالت مستمرة داعينا الجميع إلى مواصلة اليقظى واحترام توجيهات السلطات العمومية في هذا الشأن مذكرا جلالته بمختلف المبادرات التي تم اتخاذها منذ ظهور الوباء للتخفيف من تداعيته جلالة الملك أكد أن مرحلة تنفيذ النموذج التنموي الجديد مسئولية وطنية تتطلب مشاركة كل طاقات وكفاءات الأمة خاصة تلك التي ستتولى المسئوليات الحكومية والعمومية خلال السنوات القادمة مؤكدا جلالته بصفته المؤتمن على مصالح الوطن والمواطنين حرصه على مواكبة هذا التنزيل بما يلزم من إجراءة وآليات وقد بادرنا منذ ظهور هذا الوباء بإحداث صندوق خاص للتخفيف من تداعيته لقى إقبالا تلقائي من طرف المواطنين كما أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القضاء الشرائعي للأسر بتقديم مساعدات مادية مباشرة وقمنا بإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار للنهوض بالأنجطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية شابي العزيز من حقنا اليوم أن نأتز بنجاح المغرب في معركة الحصول على اللقاح التي ليست سهلة على الإطلاق وكذاب حدستاني الحملة الوطنية للتلحقيح والانخراج الواسع للمواطنين فيها وإيمانا بنا بأن السيادة الصحية ونصر أساسي في تحقيق الأمن استراتيجي للبلاد فقد أطلقنا مشروعا رائدا في مجال اتناعة اللقاحات والأدوية والمواد الطبيعية الضرورية بالمغرب ورغم كل هذا لابد من التنبيه إلى أن الوباء ما زال موجود وأن الأزمة ما زالت مستمرة وعلى الجميع مواصلة اليقظة واحترام توجيه السلطات العمومية في هذا الشأن جلالة الملك أكد أن مرحلة تنفيذ النموذج التنموي الجديد مسؤولية وطنية تتطلب مشاركة كل طاقات وكفاءات الأمة خاصة تلك التي ستتولى المسؤولية الحكومية والعمومية خلال السنوات القادمة مؤكدا جلالته بصفته المؤتمن على مصالح الوطن والمواطنين حرصه على مواكبة هذا التنزيل بما يلزم من إجراءة وآليات لقد قامت اللجنة باجتهاد بناء ومشكور وبأمل وطني شارقت فيه القوى الحية للأمة من أحزاب سياسية وهيئات اقتصادية وقلنقابية واجتماعية ومجتمع منني وعدد من المواطنين كما كان الشأن من مرحلة الإعداد فإننا نعتبر تنفيذ هذا المموذج مسؤولية أمنية تتطلب مشاركة كل طاقات وقفاءات الأمة خاصة تلك التي ستتولى المسؤوليات الحكومية والأمومية خلال السنوات القادمة وإننا نتطلع أن يشكل الميثاق الوطني من أجل الميثاق إطاراً مرجعياً من المبادئ والأولويات التنموية وتعاقد اقتصادي واجتماعي يؤسس لثورة جديدة للملك والشاب وبصفتنا المؤتمن على مصالح الوطن والمواطنين سنحرس على مواقبة هذا التنزيل لما يلزم من إجراءات وعاليات جلالة الملك أكد أنه بالموازات مع مبادراته التنموية على المستوى الداخلي فإن المغرب يحرص بنفس العزم على مواصلة جهوده الصادقة من أجل توطيد الأمن والاستقرار في محيطه الإفريقي والأورو متوسطي وخاصة في جواره المغاربي المغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين يؤكد جلالة الملك إنهما توأمان متكاملاً داعية جلالته فخامت الرئيس الجزائري للعمل سوياً على تطوير العلاقات الأخوية التي بناها الشعبين المغربي والجزائري عبر سنوات من الكفاح المشترك أعتبر أن أمن الجزائر واستقراره وتؤمان نينة شعبها من أمن المغرب واستقراره والأكس صحيح فمن يمس المغرب سيؤثر أيضاً على الجزائر لأنهما كالجسل واحد ذلك أن المغرب والجزائر يعانيان معاً من مشاكل الهجرة والتهريب والخدمات والاتجار في البشر فالعصابات التي تقوم بذلك يعدون الحقيقي والمشترك وإذا عملنا سوياً على محاربتها سنتمكن من الحد من نشاطها وتشفيف منابئها ومن جهة أخرى سنتأسف لتوترات الإعلامية والديبلوماسية التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر والتي تسيء لصورة البلدين وتترك انطباع سلبي لاسيما في المحافل الدولية لذا ندعو إلى تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف الذي يرضع الطاقات بلدين ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين شابين فالمغرب والجزائر أكثر من دولتين نجارتين إنما توأمان متقاملاً لذا أدعو فقامت الرئيس الجزائري للأمل سوياً في أقرب وقت يراه مناسب على تطوير العلاقات الأخوية التي بناها الشابان عبر سنوات من الكفاح المشترك قال تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومشاركاً ولمزيد حول مضامين الخطاب الملكي السامي كان معنا في التصالي الهاتفية المحامي والخبير في مجال حقه يسان ومحل السياسي نوفي البعمري لنستمع خطاب العرش لهذه السنة هو خطاب لا يمكن أن يوصف إلا بكون خطاب لقائد وطني حقيقي لقائد يفكر بعقل استراتيجي داخلين وخارجيا على مستوى الداخلي جلالة مالك بعد تحيته لمن ضلوا في صفوف الأمام من العاملين في القطاع الصحي والأمني نضع للدور الكبير الذي قام به بتنزيل إجراءات استراتيجية التي وضعها جلالته لمحاربة كورونا فقد ذكر كذلك بالمعركة الكبيرة التي خاضها المغرب لإطلاق برنامج تصنيع اللقاح وقدرة المغرب كذلك على توفير اللقاح للمغاربة حماية الأرواحهم وتحقيق السيادة الصحية للمغاربة وللمغرب مشيرا كذلك في ذات الخطاب على قدرة الاقتصاد المغربي في الحفاظ على مختلف مؤشرات نموه رغم الظروف العاصيبة التي واجهها العالم وواجهتها مختلف اقتصاديات كل ذلك راجع الاختيارات الكبرى التي اتخذها جلالة الملك منذ تقلد الحكم إلى الآن الخطاب برز في صوت القائد الذي ينظر ببعد استراتيجي لمنطقة ككل وبوعي كبير لمختلف تحديات التي تواجه المنطقة خاصة من التحديات الأمنية على مستوى مواجهة الإرهاب مواجهات الجريمة المنظمة مواجهة تجار المخدرات وكذلك على مستوى مواجهات مختلف تحديات التي قد تعيق تحقيق التنمية والنهوض دي المنطقة ككل هذه التحديات وفق جلالة الملك لا يمكن تغلب عليها إلا من خلال تجاوز التعقيدات الماضي مع الجار الجزائرية وهنا أعاد جلالة الملك التذكير بمبادرة اليد الممدودة هذه المبادرة التي ما فاتئة جلالته يطلقها منذ سنة 2008 إلى الآن وإعادة تأكيده في هذا الخطاب خطاب العرش على اليد الممدودة للجار الجزائر والدولة الجزائرية هو تأكيد على كون الأمر يتعلق بدعوة سادقة من طرف جلالة الملك من أجل فتح كل ملفات من أجل أن يكون هناك نقاش يضم العاهي المغربي والرئيس الجزائري يكون مفتوحا ومنفتحا على جل الملفات ومنفتحا ومتوجها نحو المستقبل خطاب جلالة الملك في هذه النقطة يؤكد على وحدة المصير ما بين البلدين وحدة المصير ما بين الشعبين وعلى كون الأفق الوحيد الممكن الذي من خلاله قد نواجه مختلف للأسئلة التي يطرحها الشعبين الشعب الجزائر الشقيق والشعب المغربي لا يمكن أن تكون إلا من خلال توحيد الجهور في إطار تكامل سياسي تكامل اقتصادي للإجابة على هذه الأسئلة ولتحقيق طموحات الشعبين جلالة الملك كذلك أكد بشكل واضح على كون بعض الدعايات التي تصف في محاولة أن تصور المغرب وكأنه بلد فقير جدا فقد استعان جلالة الملك بشهادات الجزائريات والجزائريين الذين يزورون المغرب ومرحب بهم دائما في بلدهم تاني المغرب أن هؤلاء الجزائريات والجزائريين هم شهود عيان على مختلف تقدم الذي تم تحقيقه بفضل قيادة جلالة الملك هذا التقدم الذي تم تحقيقه على مستوى الداخلي على مستوى المغرب نريد اليوم أن نتقاسمه جماعا أن نتقاسمه مع الجارة الجزائرية أن نحقق هذا التقدم الجماعي في المغرب وفي الجزائر وفي مختلف بلدان شمال إفريقيا الخطاب الملكي يؤكد على كون دعوة اليد الممدودة دعوة فتح الحوار دعوة فتح الحدود هي ليست فقط دعوات مناسباتية أو يعني دعوات عابرة بل هي تحمل في طياتها رؤية استراتيجية قدمها جلالة الملك اليوم دعوة مفتوحة للرئيس الجزائر التبون لكي يتجاوب مع هاته المبادرة الملكية التي قدمها في عيد العرش رمزية عيد العرش وما يحمله من دلالة بالنسبة للمغاربة وبالنسبة للدولة المغربية وإعادة تقديم جلالة الملك لهاته الدعوة في هذه المناسبة الوطنية الكبيرة جدا داخل المغرب هو تأكيد على صدق المغرب هو تأكيد على حسن نية المغرب اتجاه هذا البلد اتجاه الشعب الجزائري واتجاه الدولة الجزائرية مناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش المجيد أشرف والجهة الداخل هوادي الذهب وشخصيات مدنية وعسكرية على تسليم خمس سيارات لجهاز ترك الملكي وأربع سيارات لفائدة جهاز الأمن الوطني بالإضافة إلى حافلة للنقل لفائدة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخل نبقى بجهة الداخل العواذي الذهب حيث ستمكن مناطق التوزيع والتجارة المستقبلية على مستوى المعبر الحدودي القرقلات ومركز بيرغاندوز ستمكن الجهة من التموقع كمركز استراتيجي للتبادل بين المغرب وعمق الإفريقي بهدف منح زخم جديد لدينامية التنمية القوية التي تشهدها حاليا هذه الربوع من المملكة المغربية وسيعمل هذا المشروع الضخم على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بشكل مستمر بين المغرب وباقي بلدان إفريقيا حيث من المرتقب أن يمنح دفعة قوية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية في الجهة بهدف دعم المقاولات والتشغيل والاستثمار تقرير لبكات دريمي ومحمد يداس ستمكن مناطق التوزيع والتشارة المستقبلية على مستوى المعبر الحدودي القرقرات ومركز بيرغندوس بجهة الدخل ودى الذهب من التموقع كمركز استراتيجي للتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي بهدف منح زخم جديد للدينامية القوية التي تشهدها حاليا هذه الربوع من المملكة وستعمل المنطقتان التي سيتم إنشاؤهما على مساحة 30 هكتار لكل واحدة وفق أحدث جيل من استثمارات بقيمة 160 مليون درهم من خلال إطلاق طلبات عروض متعلقة بإنشاء التهيئة بهدف تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة وتحسين البنيات التحتية الكافلة بجذب الاستثمارات الخاصة المغربية والدولية وبعد تطورات الجيو استراتيجية الأخيرة التي عرفتها الجهة حان الوقت لإرساء بنية تحتية وخدمات جذب للاستثمارات لسيما في منطقة التوزيع والتجارة على مستوى المعبر الحدودي والتي تتميز بتدفق كبير للسلع والبضائع وسيعمل هذا المشروع الضخم على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بشكل مستمر بين المغرب وباقي بلدان إفريقيا حيث من المرتقب أن يمنح دفعة قوية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية بشهة الدخل وديات ذهب بهدف دعم المقاولات والتشغيل والاستثمار وستخصص منطقتان للتوزيع والتجارة في كل من بيرغندوز والقرقرات لاستعاب المقاولات الصغرى والمتوسطة بجميع حلقات سلسلة القيمة الإضافية بالإضافة إلى خدمات مختلفة إن برمجة هذين المشروعين سيساهمان في إقامة هياكل حديثة مرتبطة بالتجارة والتخزين والخدمات بالإضافة إلى بعض الأنشطة الصناعية الصغرى التي يتم توجيه جميع منتجاتها أساسا إلى بلدان جنوب الصحرى وموليتانيا بالخصوص هذا المشروع الجوستراتيجي سيعزز من قدرة المملكة على التصدير والاستيراد مع الدول الإفريقية وسيساهم بشكل كبير في تطوير المعبر الحدودي باعتباره منطقة عبور تطلع بدور رئيسي في الاقتصاد الوطني والمعاملات التجارية الخارجية كما سيساهم في إرساء شراكات مع الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة هذه المنطقة ستساهم أيضا في خلق اليد العاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي في بيرغندوز والقرقرات ويرتقب أن تساهم هذه المناطق في التوزيع والتجارة على مستوى المعبر الحدودي القرقرات ومركز بيرغندوز في إبراز جهة الداخل وادي الذهب التي تعد بوابة البلدان الإفريقية ومركز جذب للمستثمرين المغاربة والأجانب المهتمين بالتصدير إلى إفريقيا لسيما في إطار منطقة التبادل الحر القرية في مستجدات الحالة الوبائية أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عدد 6189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 4078 حالة شفاء 48 وفاء خلال 24 ساعة الماضية وذكرت الوزارة في النشط اليومية لنتائج رصد الوبائي أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 13.672.764 شخصا بمبلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 10.129.424 شخصا وتتوزع حالات الإصابة المسجلة في 24 ساعة الأخيرة على صعيد الجهات الجنوبية بتسجيل 283 حالة بجهة ليميم وادنون 53 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء 96 حالة بجهة الداخل واد الذان في موضوع آخر ترأس صاحب صباح اليوم ووالي جهة العيون الساقية العمراء حفل رفع اللواء الأزرق بشاطئ فم الواد وذلك للمرة الرابعة عشرة على التوالي لاستجابته لمعايير جودة المياه والسلامة أثناء الاستجمام ويعد هذا اللواء اعترافا على المستوى الوطني والدولي بالمجهود الذي يبذله مختلف شركاء مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة من أجل حماية البيئة وتحسين جودة مياه السباحة وكذا خلق الأنشطة التحسيسية بأهمية البيئة وتدعيم السلام إلى ميدانية الشيخ زيد بن سلطان الهيال لسباقات الإبل بالطنطان الذي استأنف منافسات سباقات الإبل بعد توقف امتد لسنة ونصر بسبب تفشي وباء الكورونا منافسات تديرها الاتحاد العام لسباقات الهجن بالمغرب بدعم من اتحاد سباقات الهجن بدولة الامارات العربية المتحدة بعد طول توقف بسبب تدعية الجائحة العالمية ميدان الشيخ زيد لسباقات الإبل بالطنطان يفتح أبوابه للتبار من جديد والمنافسة وفق تدابير احترازية يفرضها الطارئ الصحي سباقة تحيي تعبيرات تراثية راسخة في الذاكرة الثقافية لأبناء الأقاليم الجنوبية وهي ثمرة جهود مشتركة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة تصون هوية الرحل وتساهم في دعم المهتمين بهذا النمط من المنافسة حاولنا ننقل من الناس ما بين 20 إلى 30 كسب يدخل في الميدان لكي لا نكثر الناس ونقسم الأشواط إلى 4 أيام كنا نديرهم على يومين كسب ننقل من البشر ونقل وبدون ملي الجامحور كسب طمع خير الحمد لله بعد التوقف العام ونص ولا أكثر طمع خير الحمد لله ويستافدوا في هذا السباق واستافد جميع الكسابة جميع مناطق المغرب ككل من الجهات الثلاثة الجنوبية للمغرب ككل يشارك في هذا السباق الذي هو الحمد لله لا يوجد عزل حد عن حد على مدار 14 شوطا تتوزع أطوار هذه السباقات التراثية التي تحظى باهتمام بالغ من قبل مربئ الإبل بالجهة الجنوبية الذين يحرصون على الحضور والمشاركة في هذا التباري الجهة الرائية لهذه التظاهرة تحصي أكثر من 250 من الجمال المتبارية حيث تقتصر المنافسة على صنف تباري الراكب الآلي ما يضفي تشويقا وإثارة على أطوار المنافسات هذه السباقات كتعرفت نظيم 14 شوط أكثر من 250 حيوان متباري بالنسبة للمشاركين كانت 38 كساب مشارك في هذه السباقات هذا الميدان الذي هو ميدان الشيخ زايد هذه الكسابة التي كانت الكسابة عامة في كل يقليم هذه الكسابة الحمد لله الجنوب كاملة كانت تستفاد هنا وعندها دعم كبير وعندها تطور كبير في هذا أد بالبلو وتسادي بالبلو وفي شوفة البلو وعندها الحمد لله هذه السباقات معاون الكسابة سباقات تعيد الإثار والفرجة والمنافسة والتشويق لمضمار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لسباقات الإبل ميدان هو الأول قاريا في هذا الصنف من المنافسات العريقة مضمار يمتد لأربعة كيلومتر تشد سباقاته أنظار واهتمام عدد مهم من عشاق ومتتبع هذه المنافسات التراثية على صعيد الأقاليم الجنوبية وأخبارنا متواصلة لكن ضمن جديدها صحف الصدر يوم غد في تقرير لنعيمة داودي نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصدر يوم غد من يومية المساء وكتبت بالبند العريض الملك يمد يده للجزائر وجاء في تفاصيل الخبر بأن جلالة الملك من خلال خطابه السامي بمناسبة الذكر الثاني والعشرين لعيد العرش تحدث عن العلاقات المغربية الجزائرية حيث أكد جلالة الملك على أهمية الحوار وفتح الحدود لأن المرحلة التي تجتازها العلاقات السنائية ينبغي معها تصور المستقبل بشجاعة وسعة نظر وقال جلالة الملك وإيمانا بهذا التوجه فإننا نجدد الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر للعمل سويا دون شروط من أجل بناء علاقات سنائية أساسها السقة والحوار وحسن الجوار وذلك لأن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا وليس في مصلحة شعبين وغير مقبول من طرف العديد من الدول وزاد جلالته موضحا أن إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانون أصيل تكرسه المواسيق الدولية بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية للاتحاد المغرب العربي التي تنص على حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين دوله ودع جلالة الملك إلى تغريب منطق الحكمة والمصالح العليا من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف وارتباطا بذات الموضوع كتبت يومية الأحداث المغربية أكد جلالة الملك محمد السادس للجزائر بأن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبدا من المغرب كما لن يأتيكم منه أي خطر أو تهديد لأن ما يمسكم يمسنا وما يصيبكم يضرنا وأضاف قائلا المغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين إنهما توأمان متكاملان لذلك نعتبر أن أمن الجزائر واستقرارها وطمأنينة شعبها من أمن المغرب واستقراره والعكس صحيح فما يمس المغرب سيؤثر أيضا على الجزائر لأنهما كالجسد الواحد صحيفة أنفاس بريسا الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية كدل أكاديمي عبدالفتاح بالعمشي أن الدعوة الموجهة للجزائر من الملك لصالح تنمية البلدين وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاضي عياظ بمراكش في تصريح له أن الدعوة الصادقة بدون شروط مسبقة لتغريب الحكمة والمصالح العليا للبلدين تعكس رؤية استراتيجية بين المغرب والجزائر معتبرا أنه فقط علاقات حسن الجوار يجب أن تسود بين البلدين وأضاف أن هذا الموقف يبشر ببداية جديدة في العلاقات الثنائية ويتيح إطارا دبلوماسيا متميزا ويجعل أي حدث أو حادث سابق متجاوزا صحيفة بيان اليوم كتبت في عددها الصادر يوم غدنا لاثنين بلغت القيمة المالية التي خصصتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للمساهمة في إنجاز مجموع المشاريع السوسيو اقتصادية بأقليم أوسرد برسم سنة 2022 ما مجموعه 6 ملايين و712 ألف و303 دراهم فقد صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأوسرد خلال اجتماعنا ترأسه عامل الإقليم على مخطط العمل لسنة 2020 بهدف تفعيل المشاريع المتعلقة بالبرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويتعلق البرنامج الأول بتدارك الخصاص المسجل على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا وذلك رصد له غلاف مالي يصل إلى 600 ألف درهم ويتضمن مشروعاً واحداً صادقاً عليه أعضاء اللجنة يهم اقتناء سيارة إسعاف لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي انتقل إلى عفو الله المامي مرزوق عن عمر يناهز 86 عاماً المرحوم من قبيلة الشرفاء رجبات ولاد مرحيم وانتقل إلى رحمة الله الفقيد محمد سالم هويبة عن عمر يناهز 75 عاماً الفقيد ينتمي لقبيلة العروسيين ولاد الخليفية كما انتقل إلى عفو الله المرحوم عن دلّة والعبدالله والنيني عن عمر يناهز 57 عاماً وقد ينتمي لقبيلة ولاد دلّة أولاد علي انتقلت إلى عفو الله المرحومة وهابي فاطمة من تحمد وليسين عن عمر يناهز 69 عاماً وقد تنتمي لقبيلة ولاد دلّة أهل إبراهيمان وانتقلت إلى عفو الله المرحومة السلامي لألا من تراشيد عن سن تناهز 46 عاماً فقيدة تنتمي لقبيلة شرفاء القيبات سلام تغمض الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فاسحة جنانه والهم ذويهم الصبو سلوان وإنا لله وإنا إليه راجع لحظة لحظة الواقع الخاصة بحوالي الطقس وطوق لحظة الواقعات غداً بمشيئة الله من المرتقبية تظل الأجواء ومستقرة على العيون درجات فحاناً متوقع عدل إن شاء الله 28 بالرباط بباقي البناطق ستبايا درجات الحرارة أستخد 23 بسيدي إفني 24 بطنطان 25 بطرفايا 26 ببجدور 31 بكل من العيون وكذلك قليميم 34 بمقرأ 35 بصمرة و41 منتظرة بكل من آسة والزاك باقي المناطق 25 بيد داخل 30 بالقويرة 37 منتظرة بقلة الزمور وأربعون بكل من مدريقة وأوسر حالة البحر وعول بموج على الساحل الطلسي الجنوبي سيكون البحر قليلا الهاجان إلى هايس تراوح ما بين متر ونسف إلى ثلاثة أمتار شوق السمس غدا على الساعة السابعة وعشرون دقيقة والغروب على الساعة الثامنة وسبعة وثلاثين دقيقة حالة التقس بعض العواصم والمدن المجاورة 32 بين واكشوت 38 بين واذبو 42 بزوالات 40 بأطار 42 منتظرة بتندور والآن لا تذكيرين بأي أبرز عنوين هذه النشر خطاب والعرش خطاب الحكمة ولا مجاورة الملك استعرض الإجراءات المتخذة لتدبير المرحل الموسومة بتبعات كورونا وهو خطاب حمل دعوة متجددة لززال التغريب منطق الحكمة تبعنا في النشر مناطق والتوزيع والتجار المستقبلي على مستوى المعبر الحدودية القرقلات ستمكن الجهة من التموقع كمركز استراتيجي للتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي تسجيل 6189 إصابة جديدة بكورونا المستجد 48 وفا خلال 24 ساعة الماضية وفي النشر رصدنا من مدمار الشيخ زايد بالطنطان لاستئناف سباقات الهجن بعد أزيد من سنة ونصف من التوع تأتي النشرة الإخبارية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر